بالتالي المفاجأة صادمة بالنسبة لجمهور نادي الزمالك اللي بالتحديد بقى وإحنا بنتكلم وحنتكلم بمنتهى الصراحة ومنتهى الهضوح زي ما أنتم متعودين مننا دايما يعني جمهور نادي الزمالك قالك إيه ماتش فيوتشر إحنا لعبنا كورة وكسبنا اتنين واحد وهاء بداية صحوة جديدة لنادي الزمالك ممكن تخلي فيه أمال بخصوص المنافسة على بطولة الدوري رغم فارق النقاط مع النادي الأهلي المتصدر واللي أصبح ليه مباريات مؤجلة بسبب مشاركته في مونديال الأندية فبالتالي الروح ابتدت تبقى مختلفة مبارات فيوتشر كانت بكيادة مين؟ بكيادة الكابتن الكبير الكابتن أسامة نبيه هو كان المدير الفني في هذه المباراة فبالتالي الدنيا تحس إيه ممكن يكون فيه خطوة إيجابية ماتش يديك دفعة لما هو قادم تقدر كمان تتخطى فارقو زمالك على صعيد اللعبين والأسماء أكيد أفضل من فرقة فارقو التي لم تدعم صفوفها بسبب إيقاف القدوة بسبب أزمة سيف تيري اللي أحرز النهاردة هدف رائع هدف مرادوني مميز جدا في مرمى نادي الزمالك في بلاس تسعين في ديئة الرابعة من الوقت بدل الضايع فبالتالي الناس كلها كانت توقعة والتاجات كلها راح ناحية راح ناحية الزمالك هو اللي هيكسب وده كان توقع منطقي توقع منطقي جدا بسبب الصحوة اللي شفناها من نادي الزمالك على صعيد الأداء وعلى صعيد النتيجة أمام فريق فيوتشر وفريق فيوتشر من الفرق المرشحة المنافسة على بطولة الدوري وفريق صاحب المركز الثاني في بطولة الدوري حتى هذه اللحظات لكن الناس النهاردة اتفجأت بمستوى سيء للغاية مستوى سيء للغاية من لعبي نادي الزمالك لما هتيجي تتكلم في أكتر من جزئية فهنتكلم على الشك الفني وحخلي الشك الإداري آخر حاجة هخلي الشك الإداري آخر حاجة دي جزئية لازم هنتكلم فيها لكن لما تيجي تتكلم على الشك الفني فالنهاردة فيه أخطاء كتيرة جدا على الصعيد الفني لكن هتحاسب مين تحاسب مين أنت كواحد من جماهير نادي الزمالك مثلا هتقول أو تلوم مين من أعضاء جاز الفني في نادي الزمالك المشهد بصراحة اللي الناس كلها شافيتهم النهاردة بوجود فريرة العائد لكيادة نادي الزمالك حتى لو مش بداية من مباراة اليوم وده المفروض أنه معلن واللي أكده الكابتن أسامة نبيه بعد المباراة في المؤتمر الصحفي قال أنه هو المسؤول الأول والأخير عن هزيمة اليوم وأنه في بعض الأخطاء ارتكبها فريقه فبالتالي قدت له الهزيمة بالنسبة لنادي الزمالك لكن في نفس الوقت المنظر مش حلو الصورة مش حلو لما يكون واحد بحجم فريرة موجود على الدكة وتلاقي المعاونين أو تلاقي اللي بيقوده المباراة الكابتن أسامة نبيه والكابتن أحمد عبد المقصود هما اللي بيتكلموا هما اللي بيتشوروا والراجل قاعد يعني لو جاز أقول بمنتهى بلاش الكلمة اللي عايز أقوله بمنتهى الهدوء واللا مبالاة بمنتهى الهدوء واللا مبالاة وهنا ده حيخلينا نرجع لنقطة ايه لنقطة الشرط الجزائي نرجع لنقطة ايه منين انا ماشيت فريرة وحاولت أسوي معاه الأمور في الشرط الجزائي والراجل تمسك بالمبالغ اللي لي ومنين انا برجعه وبرجعه عشان يحاول أضغط عليه أخليه هو اللي يدفش عشان ما ادفعش الشرط الجزائي أو أدفع النسبة اللي أنا عايز أدفعها واللي هو مرضيش بيها وميدا للضر جراء كل هذه الأحداث المتضرر الأول والوحيد حتى هذه اللحظة هو جمهور نادي الزمالك بالطبع جمهور نادي الزمالك متضرر جدا من الوضع الحالي زعلان جدا وهو بيشوف فرقته كده بسبب هذا التخبط سواء الإداري أو الفني دي حاجات ملموسة دي حاجات حقيقية اللي يقول لك غير كده يبقى هو مش بيتكلف في الواقع اللي يقول لك غير كده يبقى هو متخوف من الحديث عن الأسباب الحقيقية اللي قدت ليه مستوى نادي الزمالك في موراة اليوم فبالتالي انت النهاردة بتشوف فريرة موجود بترجع فريرة اللي راجع مع الجهاز الفني اللي هو أصلا كان على خلاف معاه ومشاه رغم ان الكابتن أسامة نبيه في لقاء مصور قال احنا عرضنا فكرة عودة فريرة وان احنا نشتغل من الأول وجديد بالمناسبة لقطات بعد الموراة بمستر فريرة وهو بيواسي أسامة نبيه دي لقطة إجابية برضو دي من ضمن الإجابيات أو الإجابية الوحيدة اللي ممكن تقول لك ان العلاقة ممكن ترجع أحسن من الأول وارد مفيش حد ما بيحصل لوش أي خلاف مع أي فرد من الأفراد بشكل عام يعني عاد الخلافات دي وارد جدا حدوسها لكن التعامل ازاي في الموقف الأغراض ايه الهدف من عودة فريرة ايه هل هي قناعة بأن الراجل عنده ما يضيفه النادي الزمالك ولا عودته عشان أهرب من شرط الجزائي فبالتالي موضوع شرط الجزائي ده مش مبرر عند الجمهور ممكن يكون مبرر عندك انت كإدارة لكن الجمهور ملوش فيه الجمهور مش عايز كده الجمهور عايز مصلحة نادي الزمالك الجمهور عايز يشوف فرقته في أحسن وضع يشوف فرقته اللي شافها آخر سنتين فرقته اللي خدت بطولة الدوري آخر سنتين اللي بعد فوز نادي الزمالك وبطولة الدوري تم الإشادة بالإدارة تم الإشادة بالجهاز الفني تم الإشادة باللعبين رغم الظروف اللي تعرض لها نادي الزمالك هو إقاف الكويت هو ده اللي الجمهور نادي الزمالك عايزه جمهور نادي الزمالك عايز يحافظ على بطولة الدوري الموسم الثالث على التوالي لكن بعض القرارات أكيد هي اللي كانت نتاق طبيعي للوضع الحالي بالنسبة لفرقة نادي الزمالك لما حتيجي تتكلم عن مستوى الأسماء ففي أسماء موية زيارتي يا جماعة تعرضوا لي الصورة اللي أنا قلت لكم عليها اللي فيها الثلاثة الكابتن أسام النبيه والكابتن أحمد عبد المقصود وقفين على الخط وراهم فريرة قاعد حطت رجل على رجل ومش عارف حطت إيه بقه بنوع من أنواع اللاموبالاء اللاموبالاء أهي شكرا يا جماعة هي دي الصورة هل الصورة دي ترضي جمهير النادي الزمالك اللي هو أنا يا جماعة أنتوا عايزيني أرجع دا لسان حال فريرة أنتوا عايزيني أرجع عشان ما تدفعوا ليش الشرط الجزائي فأنتوا هتتزاكوا عليها طب ده أنا أسكى من نقر أنا راجع وقاعد ها يلا وموجود أقول لكم كمان على حاجة الماتش الأولية ده حصل بالمناسبة بالاتفاق مع الكابتن أسام النبيه خد وعد الكابتن أسام النبيه من ميستر فريرة خلال اليومين اللي فاتوا أنه هو لن يتدخل في أي جوانب فنية تتعلق بمباراة فاركو تحديدا لكن ما بعد مباراة فاركو فالراجل حيقود بشكل طبيعي فريرة اللي رحل معاوني الأجانب فريرة اللي رجع له في جهازه الجديد مساعدي القدامى أنت واخب بالك من اللخبطة أنت واخب بالك من الدوشة اللي بتحصل حوالين لعبة نادي الزمالك اللي عليهم لهم كبير قوي قوي في الأداء النهاردة يا سيد انت لو زعلان من اللي بيحصل في الجهاز الفني وهنا الرسالة اللي لعبة نادي الزمالك اللعب نادي الزمالك مش راضين بعودة فريرة ومش حابين الراجل وممكن البعض الأخر يكون حابه على فكرة ده طبيعي جدا بالمناسبة لا يوجد مدير فني بيجمع عليه كل اللعبين ده طبيعي لكن انت كلعب في نادي الزمالك لازم يكون تفكيرك ناحية الجمهور الجمهور اللي مسافر في البرد ده برج العرب عشان يشجعك في الملعب كان لازم يروح أكتر من كده بكتير من لعبة نادي الزمالك لكن تحس في الملعب أن فيه نوع من أنواع الاستسلام من لعب النادي الزمالك جي هدف في الديئة السادسة بخطأ من حسام عبد المجيد ومناسبة خطأ ورد حدوثه هو خطأ صعب شوية بس ما تهدم أو ما تموتش مع عنويات لعب مهمة قوي قوي المستقبل الكرة المصرية والنادي الزمالك واحد أبرز اللعبين اللي سموا في بطوية الدولة اللي سمي فاتت تمام؟ فأنت لما تيجي تلعب وتكون موجود في الملعب لازم تكون بتفكر في مين؟ عندك خلافات عندك مشاكل متضايق زعلان؟ مفيش مشكلة فكر في الناس التعبانة اللي قاعدة في المدرك فكر في الناس اللي قطع نصفات قد كده عشان تشجعك لكن الديئة السادس سيجي في الجون ويبقى فيه نوع من أنواع الاستسلام الواضح جدا من لعبة نادي الزمالك فهنا اللوم يقع بشكل كبير قوي على نادي الزمالك أو على لعبة نادي الزمالك بتحديد أيا كانت الأسباب إيه؟ حتى لو فيه قناعات مؤكدة لأي متابع لأي متابع بعين حيادية إن الأسباب بتتمثل في الإدارة خلي بالك أنت اللي بتقايد لكن لازم تتعرض الصورة بالنسبة لك بشكل كامل مش تدري على حتة أو ممكن يكون عشان علاقتك كويسة بالإدارة فما ترداش تتكلم في الإدارة أو عن الإدارة وتشالك قصة كلها اللي اللي عابين لها يا جماعة هي منظومة كلها بشكل كامل